شهد نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمتر الأنفاق القاهرة الكبرى وأوضح الوزير أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول لضمان جودة واستمرارية الخدمة التي يتم تقديمها والحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وتقليل زمن التقاطر من جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية ومشيدا بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات